ولأول مرة فيلم عطلة المفاتش الطاهر كاملاً دون إعادة تركيبه بالقاعة الخاصة بالمركز الوطني للسينما والسمعية البصري وجاء ذلك بمناسبة مرور أربعين يوماً عن وفاة مخرجة فيلم الراحل مسحدات بحضور شخصيات بارزة بعالم السينما التاطية كانت لعبد الرحيم مونيس الراحل كرس جزءاً كبيراً من حياته السينمائية المركز أن ينظم الأربعينية يعني الأربعينية لهذا التاعو بعرض فيلم عطلة المفاتش الطاهر هو الفيلم الذي تم ترقمانته وترميمه من قبل المركز الوطني السينما والسمعي البصري ورح يتم عرضه في نسخته الأصلية المرممة والمرقمانة وشو قل لك على موسى حددت الأمر ليس جزءاً من قبل المركز لم يغطر بها. ومع الأمر في المنزل، بشكل أساسي. ومجرد أنه يجعلون الناس من الناس من المنزل ومن المنزلين من المنزل من المنزل من المنزل من المنزلين.